ثلاثة عشر صحفيا يمنيا يكملون عامهم الرابع في سجون الميليشات الحوثية بصنعاء إذ يعيشون وأسرهم في أسوأ الأحوال دون أن يكون هناك بصيص أمل في الإفراج عنهم وإنهاء هذه المعاناة والتي طال انتظارها وتواجه حرية التعبير وحرية الصحافة في اليمن أسوأ حملة قمع في اليمن من قبل مقاتلي الحوثي في المحافظات الشمالية ومن قبل القوات الموالية لدولة الإمارات المحافظات الجنوبية المسكوت عنها سعوديا أربع سنوات من الحرب والمعاناة وويلات الأوضاع جعلت الأقلام تتحول إلى بنادق وكل شيء في العمل الصحفي أصبح أمرا صعبا فالصحفيون في اليمن الأكثر تضررا من الحرب فهناك سبعة وعشرون صحفيا قتلوا خلال الثلاث سنوات الماضية إما بالقصف الجوي أو القنص المباشر من قبل ميليشيات الحوثي وصالح سابقا وهنا اكتفت عدد من المنظمات المحلية والدولية برفع إدانات باهتة ونشر تقارير حول اليمن وأنها أصبحت ساحة رئيسية لتكميم الأفواه واستهداف الإعلاميين فضلا عن أنها سجلت كواحدة من أسوأ البلدان في انتهاك حقوق الصحفيين نقابة الصحفيين اليمنيين في آخر إحصائية لها ذكرت أن نحو سبعة وعشرين صحفيا لقوا مصرعهم منذ إعلان قوات التحالف العربي العملية العسكرية في اليمن في أواخر شهر مارس آذار من عام 2015 لقد بات الصحفيون والمراسلون هدفا لهجمات الحوثيين بصورة مباشرة والمجلس الانتقالي الانفصالي في الجنوب حيث يواجهون قيودا لمجرد قيامهم بعملهم مثل منعهم من الوصول إلى أجزاء مختلفة من البلاد كما أن جهود الاتحاد الدولي للصحفيين لم تكن كافية حتى الآن وكذلك المنظمات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص والمعنيين بحرية الإعلام وكذلك اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ترجمة نانسي قنقر